على ذكر سوارش عايز اقول له حل دراتكم من امبارح طبعا كان ليه مجموعة من التصريحات عقب انتهاء المباراة وقال انه الحقيقة حقق مكاسب متعددة يعني من الماتش بتاع امبارح منها طبعا وعلى رأسها فكرة يعني التعرف على قدرات اللاعبين الشباب ومنحوهم الفرصة قال ان الجهاز الفني هيعتمد على مجموعة اللاعبين الشباب وكمان العائدين من الاصابات المختلفة حتى نهاية هذا الموسم وقال كمان ان اللاعب اللي حصلوا على راحة شركاء في الفوز واكد على ان اللاعب كل تلات ايام يعتبر شيء صعب جدا ويتسبب فيه اصابات عديدة لكل اللاعبين مع التأكيد على ان اللاعبين الشباب مازال لديهم الكثير وقال انه ان احنا رعينا مشاركة اكبر عدد منهم لتجنب تعرضهم للاصابة وان الاختلاف عن المباريات الماضية يعني ان احنا سجلنا هدف مبكر الى حد البير وسيطرنا على اللقاء وعندنا سبات دفاعي فيه خامس لقاء دون ان تهتز من خلاله الشباك النادي الاهلي وده امر برضو الحقيقة ملفت جدا للنظر اكد كمان على ان الفريق خلال عشر مباريات استقبل اهداف قليلة جدا موجهة الشكر الى الجماهير اللي دعمها للفريق لا ينتهي واكد على ان النادي الاهلي سيقاتل من اجل الفوز في كل المباريات الفترة القادمة ان شاء الله انت شايف المشهد اللي احنا لسه بنتكلم عليه ودعم جماهير النادي الاهلي اللي عنه طبعا قدراتكو اللي ما حضرش المطش اكيد شاف من خلال الشاشات المشهد كان عامل ازاي يعني هو احنا كده يعني عندناش حاجة تانية نقدر معين هما رحيل المطش البارح وهم قراري فيه احباطات سابقة ده ما اخرهمش وما مناعهمش لهم يروحوا يدعم ما فيش الكلام ده ابدا يا دي عيلة الاهلي عشان كده كنا بنقول الفترة اللي فاتت الهجوم اللي كان على لعابتنا ده مش مننا ده برانا وكنا قلنا لحضراتكو ياريت نبقى اسكى من كده لان فيه ناس حبة جدا ان احنا نختلف ان احنا نقلب على بعض ان احنا يتم مهاجمة الفريق عن طريقنا كلام ده عمره ما هيحصل لان عمره ما حصل كان زمان اشتر او غيرك اشتر مش هتحصل عمرها ما هتحصل حنزعل بس هنفضل ندعم عمرنا ما حننتقد الانتقاد اللي هو يقصر عمرنا ما بنعمل كده في بعض عمرنا ما عملنا كده فياريت بس يعني المحاولات اللي زي دي متتقررش نبقى تدحك مش هقول اكتر من كده في هذا الموضوع صراحة شمدوش اكتر من اهميته اشتركوا في القناة